اشتركوا في القناة ذلك في وقت نوافقت فيه لجنة شؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة حماس وانتقد التشريع نظام الدوحة على وجه التحديد لتزويده حماس بدعم مالي وعسكري كبير وآيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس مشروع قانون دون معارضة دون معارضة وذلك بعد تعديل سابق على تشريع ليسمح باستثناء مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين وأن يقره مجلس النواب وشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة